بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الرحمن الرحيم. كيف تحصل في يوم الجمعة? الف سنة قيام والف سنة الصيام. بلا مبلغة. يعني كأنك عشت الف سنة. قمت قمت فيها الليلة كلها. ليه يبدأ من صلاة المغرب? يعني كأنك تاخد صواب من وقف على قدميه من بعد صلاة المغرب الى صلاة الصبح عشر ساعة متواصلة لم يفطر على الصلاة لحظة واحدة. وتأخذ السواب الذي يصوم كل يوم إلا يوم الفطر والثلاثة ايام ستشريق كل يوم الثلاثة. بس طلع شهرنا مضان بره. لمدة الف سنة. يوم الجمعة ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم افضل من يوم الجمعة. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى هذا السواب العظيم. بس مش لمين? ده للمجتهدين. طب ازاي اخذ هذا السواب العظيم. رسول الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة افضل عند الله سبحانه وتعالى من يوم الفطر من يوم النحر. وتشفق منه السماوات السبع والارضين السبع والشجر والدواب والبحار والانهار كلهم كلهم يشفقون من يوم الجمعة. لانهم فيه خلق ادم فيه ادخل الجنة. وفيه اخرج من الجنة. وفيه قبضة ادم. وفيه تقوم الساعة. وفيه ساعة اجابة. له وافقه عبد المسلم. يسأل الله سبحانه وتعالى من خيرية الدنيا والاخرة. الا اعطاه الله سبحانه وتعالى مسأل. لذلك جاء في الحديث الصحيح. ده من افضل حديث السنة النبوية. من بكر وابتكر في يوم الجمعة. وغسل واختسل. وبكر وابتكر. وادهن من طيب اهله ومشى ولم يركب. ودنى من الامام وانصت ولم يلغ. كتبه له بكل خطوة يخطوها من بيته الى المسجد. اجرى قيام السنة وصيامها. يعني معناه ان انت ستحصل. صحابة عظيمة جدا جدا. لو انت بكرت. طيب الواحد يعمل ايه? يبقى يوم الجمعة. تستخدم ببكرا. جاهد وقاتل انك انت تكون في في المسجد قبل ما الامام يصعد على المنبر بساعة. مثلا. تسعة ساعة عشر صباحا. اختار ابعد مسجد عن بيتك. بحيث ان اكتبش نصف الساعة. يعني انا سحصيا بسع الساعة حول ان انا سعى ساعة عشر صباحا. مع اني اصلي الصبح في جماعة. وبجلس تتشق الشمس. ومحتاج انام. لكن اجاهد نفسي في هذا اليوم. واستيقظ مبكرا. حاول منافش الى ساعتين. وربما يكون منافش انام ليلة ساعة عشر قيام الليل وغيره. فاجتهد. اقول ان انا اسعى الساعة عشر صباحا. واصلي في ابعد مسجد عن بيتي. امشي اكتر من نصف ساعة. لان انا عارف لو مشيت النصف ساعة دي. همشي اكتر من الف خطوة. يبقى اخد قيام الف سنة والصيام الف سنة. في الميزان والقيام. بتخيل الميزان بتاعك بعمل الزيام والقيام. وتخيل ان هذه هي تؤخر وازم متأخرا. بيخسر الديه. وهذه منقبة الاولى. طب اللي عمل ليه بالزبط? اول حاجة تستيقظ مبكرا في الساعة العشرة. تختسل. والاختسام ما يخدش منك ثلاث دقائق او خمس دقائق. مجرد انك لو انت افرغت سلاس افراغات على رأسك. كما قالت السيدة طعا عشرة دول عنها في الحديث. ما كنت تقف على الاكسر مني ان افرغ على رأسي سلسل افراغاته. رسول الله سلام كان بيختسل بليترين مية. فمجرد انت توقف توقف تسكب على رأسك. سلسل افراغات وينزل عن جسمك يبقى ده اختسام. اللي كنت على جنابه بازم تهتم. عشان تحقق السنة. رسول الله سلام غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم والسواك واجب على كل مسلم. طبعا يعني بعض علماء انها سنة مؤكدة. لكن احنا عملونا عشان حق السواب العظيم. لازل كنت مريد كنت تعبان. دقوا بيخل الوقت التبكير اهم. لكن نحافظ على سنة الغسل انها دخلة في الحديث. الحاجة التانية. تنزل تنزل مبكرا. لو انها تستغل عشرة وتختسل وتنزل. تختار ابعد مسجد. مخلصا ان هي محتاج من الاجر اللي ربنا تديك بكل خطوة قيام السنة والصيامها. طب ايه المراقب العظيم ان انا حصلها لو عملت كده. اول شيء اخد الف سنة قيام والف سنة الصيام. دي اول حاجة. تانية حاجة. اللي بيقعد في الصف الاول. هياخد اجر بدنة. يعني كأنه تصدق ببدنة. عشرة عشرة ان ان احدكم لا يتصدق باللقمة. فيتقبلها الله سبحانه وتعالى بيمينه. ويربيها لأحدكم كما يربي احدكم الفلوة او المهرة. هتصير اللقمة لقمته كجبل احد. فالملك بقى بالبدنة. المقابة الثالثة. دي مقابة عظيمة جدا جدا. الرسول عسلام يقول عبدالله ابن عصور روي الحديث. يقول سمعت الرسول يقول في الحديث يجلس الناس يوم القيامة على قدر ترواحهم الى الجمعة. يجلس الناس يوم القيامة على قدر ترواحهم الى الجمعة. يجلس الناس يوم القيامة على قدر ترواحهم الى الجمعة. قالوا في يوم المزيد. اللي هو يمرض يوم الجمعة في الجنة. الله سبحانه وتعالى يكتمع باوليائه في كل يوم الجمعة. كما جاء في الحديث الصحيح على رسول الله سلام. يبرز ربكم لأوليائه في الجنة في كثيب من كفور. فيمشي الناس في جبال المسك حتى يصلون الرب العالمين في السوق. فأتكلم معهم سبحانه وتعالى كما اتكلم معكم الان. فأجلس المبكرون الذين كانوا وقتونا في الساعة الاولى على منابر من نور. في منابر من نور منتسخين من رب العالمين عن قرب. واجلس الذين جاءوا كانوا يزجلونا في الصف الثاني على منابر من ذهب. الصف الثالث على منابر من فضة. واجلس المتأخرون المهم الكسالة امتخازنون على كسبان المسك في الصف الخلفية في الوراء. لمنقبة الثالثة انك تجلس عن قرب من رب العالمين في الصف الاول وتتمتع برؤية رب العالمين. ثم يتكلم الرب سبحانه وتعالى مع اوليائه في الجنة فيقول له يا عبدي او تذكر يوم كذا يوم كذا يوم فعلت زنب كذا وكذا فيقول فيقول العبد او رب او لم تخفر لي فيقول الرب نعم فهضحك الرب ويضحك العبد. شوف الحديثة. يبا رب سبحانه وتعالى حيتكلم كما اتكلم معكم الان. فشوف فرق من اللي قاعد على في الصف الأولى قريب جدا من رب العالمين. هيتمتع ازاي؟ المنقبة عظيمة جدا. اي متعة هيتمتعها واي شرف. يبا المنقبة الثالثة جلس على مين بالمنور. المنقبة الرابعة جلس قريبا جدا من رب العالمين. تتمتع متعة لا يعني لا توصف لانك قريب جدا من رب العالمين رب سبحانه وتعالى لو ان امرأة من اهل الجنة نزلت الى الارض اللي تمس عن وروها نور الشمسي كما تطمس الشمس ونور النجوم. فببالك بقى بجمال الخالق بعمل ازاي؟ ازا كان ده جمال ازا كان ازا كان واحدة من الحل العين لو نزلت الارض تلغي الشمس. يبا ربنا جماله عمل ازاي؟ ونوره عمل ازاي؟ المنقبة بعد كده تزداد. عشان كده هذا اليوم يسمى يوم المزيد. تزد نورا وجمالا وبهاءا لدرجة لا تصف. وعندما تعود الى قصرك في بيتك او لقصرك كل زوجاتك تطلب منك ان تواقعها من شد الجمالك. تقول لك والله اللي قد تزد نورا وجمالك وبهاءا لا تستطيع. هما ترى هذا الجمال كل النساء تتكلم عليك وزوجاتك في الجنة تريد ان تواقعها. دي تريد ودي هزيه تريد وهزيه تريد من شد الجمالك. طبعا اللي قاعد على كوزمان المسك وراه. ما فيش مقارنة. لانه ما بياخدش من النور بتعرب العالمين زي ما في القاعد في الاول بياخد. بيتمتعت بالجلوس على منبر من النور. وتمتعت بالتمتع بالتمتع بالرؤية عن قرب. يعني ده اللي بيروح يعمل معصية. يتفرج على مصر حالة سنة ولا بيحجز لهش او بلكون عشان يتمتع. فما يقول لك بقى في الجنة. انا اولى. التمتع بالمعاصف الدنيا. ولا تمتع برؤية العالمين عن قرب في الجنة وتجلس على منبر من النور في الصف الاول. انا افضل. انا اولى. فشوف الشواف العظيم. المنقبل اللي بعد كده ان انت حسن من هذا النور بيت كالشمس. المنقبل اللي بعد كده تكون من السابقين للجنة. لذلك رصاصا قال. العماء قالوا السابقون السابقون اولئك المقربون. قال العماء في تفسير اذين يسبقون الى الجمع والجماعات. اول حاجة الجمع الى الجمع والجماعات. اللي بيروحوا بجري كل ما تروح بجري. تكون من السابقين الى الجنة. لذلك. تسبق وتكون من اهل في الدوس الاعلى. لذلك على الصلاة قال. لا اقوامنا يتأخرون. يعني بيجي. فلا يزالوا اقواموا ان تتأخرون. حتى اخرهم الله سبحانه وتعالى. اخرهم في دخول الجنة. تأخرت في دخول الجنة. يطيل بك الحساب بقى امام القيامة. وتحرم من الفردوس الاعلى. تدخل تدخل بقى درجات اقل ان تتأخرت. فطبعا حرمت من الفردوس الاعلى. خسرت الخسارات لا توصف. يعني تبطع برؤية رب العمين مرتين كل يوم. لا تقولوش الا مرة او مرتين في الاسبوع. لو حرمت من الفردوس الاعلى. تحرم من الخيل الزهبية اللي احدى بيناها. قبل ذلك الراسل يسمونك في الحديث ان في الجنة الى شجرة. يقال الله طوبة. يخرج منها حلل صفراء ونبيضاء. يخرج منها خيوم الزهبية. وصلاقة بالدر وليقوتي. لا تبول ولا تقوط خطوها مد البصر. لها اجنيحة نطيل بيها اهل الجنة حيث يشاءون. فيقوله اهل الدرجات الادنى. لما في البصلش في دوس الاعلى يا رب اعطيت اخواننا ما تعطينا فيقول رب العالمين انه كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون. انه كانوا يصومون وكنتم تأكلون. انه كانوا تصدقون وكنتم تبخلون. انه كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. ما بالك بقى باللوح متأخلم الجمعة. يبقى حرمت من السبق الى الجنة وحرمتهم في الدوس الاعلى. خسرت رفقة رسولة السلامة والصحابة ورديوانا عنهم. خسرت الخسارات لا توصف. كل ده عشان انت كنت بتتأخر وتتخازن علوم الجمعة. تروح قبل ان الامام بيطلع بخمس دقائي او تروح بعد ان الامام بيطلع. فخسرك بنا جدا جدا. لذلك لو انت عايز تتقل ميزانك. لو وظفت على هذا كل اسبوع. يبقى حتتدخر عشرات الالوف او مئات الالوف من السنية من القيام والصيام في ميزانك يوم القيام. فبيلا مبالغة. وياك انت استكسر فضل الله سبحانه وتعالى. اياك انت استكسر فضل الله سبحانه وتعالى. فدي بعض المناقب العظيمة للتبكير. عشان عبدالله بن مسعود وصحابة ردناعون كانوا تقتلون. سيد عبدالله بن مسعود روي الحديث كده. دخل مرة ثالث واحد. قال ثالث وثلاسة. بارك الله في الثالث. بارك الله في الثالث. تلت 3. وإي BEI عدت في الصف الأول. سوف نبقى بارك الله في الثالث. مرة دخل رابع واحد قال رابعه أربعة. ما رابعه أربعة من الله ببعيد. انه عارف كويس. انه ترتيبه. لانه قاعد في الصف الأول سيكون قريم من رب العالمين. مش بعيد عن ربنا. مش بعيد عن ربنا. ملي ملي مزيد. مش بعيد عن ربنا الى يكون قاعد في الصف الأول. ويتمتع ها قاعد عليهم من بالمنور. هذه المناقب العظيمة جدا. جداimagنا. حين التبكير ليوم الجمعة والخسرات الفادحة اللي بيخسرها المتأخر الذي يأتي لذلك أنا أنصح كل إنسان بيسمعني الآن اسحى مبكرا قدره مستطاع الساعة عشر صباحا اختار أبعد مسجد عشان تمشي كتير جدا لعصاص المقال في الحديث من بكر غسل أقتسل أبكر أبكر أبتكر والدهن المنطيبي أهله تحط أفضل طيب عندك الطيب اللي أنت بتستخدمه عند الجماعة مع زوجتك والدهن المنطيبي أهله ومشى ولم يركب لازم تمشي ما تركبش عشان كل خطوة تأخذ باقية يبقى أنا لما أختار أبعد مسجد وأعمل حسابي أن أمشي ألف خطوة يبقى عرب راح يحطي لي ألف سنة سيام وألف سنة قيامة وبعض الناس يخش يجي بدري يروح بدري ويجلس في المتصف المسجد ويترك الصف الأول بيخسرها جدا هذا إنسان غير مكتمل العقل جاهل بالسنة يعني يترك الصف الأول ويجلس في المتصف المسجد وهو قادر أن يجلس في الصف الأول الرسول صاحب يقول لو الناس متعرفش فضل الصف الأول تتقاط عليه بالسيوف تتقاط عليه بالسيوف بابلك ما كمان الصف الأول والجمعة اللي هو اللي أنت هتقعد على أساسه بفضله يوم الجمعة في يوم المزيد أمام رب العالمي يا ليه الكل يسمعني دلوقتي قاتل إن أنت تسترخص بباكيرنا موجودة قاتل إن أنت تختار أبعد مسجد قاتل إن أنت تبشي أكبر قادر من الخطوات قادر إن أنت تكون من أول الناس اللي يجب أن يدخلوا إلى المسجد ويزنون في الصف الأول لتحصل كل هذا الصواف العظيم تصل إلى الفردوس الأعلى وتصل إلى كل مناقب العظيم تنشوه تفعيل الجرس واشتراك في قناة صلاحكم الجديد تساعدونا عشرة السنوات المبوية تنشوه هذا الكلام نشوه هذا الفردوس الأعلى والعلم علمان في الله أجر معابلين ميام القيامة تساعدوني عشرة السنوات المبوية أقولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم